اشتركوا في القناة اضافة الى خبرين الخبرين هذي مرة حلوة وكثير منكم انتظرها فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك خلنا نبدأ بالاخبار اول شي خلينا اذكركم بحجم التحديث السوني فور وفايف خمسة جيجا عندنا النتندو خمسة جيجا الاكس بوكس 3 جيجا تمام؟ طيب خلينا نبدأ اول شي عندنا الخريطة ما سر فيها اي شي جديد ولا اضافات جديدة بعد كده عندنا ضربة ديقو المدمرة انحدفت من اللعبة وعندنا الجدار الجليدي موجود وحيظل معانا الى نهاية الموسم تمام؟ بعد كده في عندنا هذا السلاح الجديد وصراح السلاح هذا من زمان انتظره قالوا هيكون السلاح هذا مرة حلوه نظامه زي نظام السنايبر بس قالوا بندقية هجومية وبعض المساربين قالوا انه سنايبر فالان اما تشتغل اللعبة ان شاء الله هيبين معانا كيف هيكون نظام السلاح هذا بعد كده في عندنا خبر بعض الاشخاص هيزعل من الخبر هذا على حسب ملفات اللعبة وعلى حسب الايتم شوب اللي هو مجر العناصر هيكون معانا سيزن فايف شوف ايش مكتوب امامكم شابتر فور سيزن فايف هذا الشي موجود في قائمة التطبيقات اللي تخص مجر العناصر يعني هيكون عندنا الموسم الخامس الشابتر فايف الشابتر فور الموسم الخامس فهمتو كيف؟ طيب بعد كده عندنا الهلوين خلينا نتكلم على بعض الاشياء اللي تخص الهلوين لانه نزلت بعض الاشياء الصغيرة عن هذا الموضوع اول شي عندنا الاسكينات نزلت ثمانية اقسام تخص الهلوين ممكن هتظهر معانا خلال الاسابيع دي او بعد عشر اكتوبر لانه موعد الهلوين زي ما احنا نعرف يوم 18 او يوم 15 اكتوبر تمام؟ فممكن هذي الاسكينات هتظهر من بداية اكتوبر يعني نفس نظام كل مرة هم دائما بداية الشهر ابدأ الاسكينات تظهر يعني حاجات بسيطة الى الهلوين بعد كده في عندنا هيكون معانا الدجاج الزومبي وعندنا احلى شي انا منتظره من زمان اللي هو العصايا الطائرة هذه بس غيروا الاستايل تبعه وسال لونه احمر كان اول دهبي بعد كده في عندنا هيكون في عندنا بوس اللي هو رئيس دائما الهلوين في رئيس والرئيس هيكون كادو تورن هيكون على الاستايل الزومبي اللي هو هيكون مصص دماغ فهمتوا كيف طيب عندنا السيوف الضوئية رجعت الى الماب من جديد وعندنا هذه جميع المكافآت المجانية اللي تخص الاسكينا السري اللي هو اسوكا ممكن التحديات ثمانين في المية اليوم حتظهر معنا ان شاء الله ممكن بعد التحديد او من الساعة اربع مساء ان شاء الله اذا نزلت التحديات حسوي لكم شرح كامل للتحديات اهم شيء لا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم الاشعار في المقطع الجديد طيب عندنا زي ما قلت لكم السيوف الضوئية لانه الاسكن اللي هو الشخصية الاسكن السري انتو عارفين انه شخصية من شخصيات ستار وورز يعني تعاون جديد لستار وورز ومدام هذا التعاون هيصير هترجع جميع الاشياء اللي تخص تعاون فورتنايت وستار وورز عندنا اول شيء السيوف الضوئية عندنا كمان الصناديق هذي وفي عندنا البنادق هذي صراحة البنادق الهجومية هذي مرة خلوة اللي تقع تطلق وما يغلق رصاصها وعندنا البنادق الهجومية هذي كمان كل الاشياء هذي اول ما هتشتغل اللعبة هنحصلها معانا طيب في عندنا بوابة الصدع في شاشة التحميل اللي تخص الجاء المكافأة من المكافأات الاسكن السري في عندنا بوابة الصدع زي ما انتو شايفينها قالوا بوابة الصدع هذي هتظهر منها بعض الاشياء الجديدة عندنا هذي زي ما انتو شايفينها المركبة الفضائية واشياء زي كذا قالوا بعضهم انها هتكون كصور تبين لبوابة الصدع وبعضهم قالوا لا هذي الاشياء ممكن هتيجي علينا في الماب الى الان غير معروف هذا الشي هذي اول شي وعندنا هذي الثانية وممكن هذي اشياء ممكن هتظهر معانا في مواسم قادمة تمام طيب عندنا بعد كذا الصاروخ هذا الصاروخ هذا انتو عارفين انه انحدف من التنافسات يعني اي بطولة ما تحصلوا فيه الان رجعوا في التنافس بس بالشكل المعدل قالوا حيكون فيه لو شكل معدل بعض الخصائص هتكون مهم موجودة فيه صراحة الى الان احنا عارفين ايش الخصائص اللي شالوها من الصاروخ هذا حيكون في الاطوار التنافسية لكن بعض الخصائص ما حتكون موجودة ممكن حيقلوه انه ما يدمج ما يكسر بس تطير فيه ممكن هذا الشي بعد كده في عندنا قدرات جديدة القدرة الأولى اللي هي وانت راخي يعني وانت جالس تخليك أسرع يعني دائما فيه أشخاص كثيرة ويمشي هو جالس وأنا من الأشخاص هذو ليش دائما تجلس وانت تمشي وانت جالس عشان الأعداء ما يشوفوا حركات رجولك فهذه القدرة متفاعلة وانت جالس أما تمشي يكون سريع القدرة الثانية تخلي الإصابات أقوى بالسلاح اللي هو البندقية الحرارية طيب خلصنا من موضوع الأخبار الآن ندخل في أخبار مجر العناصر صراحة نزلت اسكنات وحزمات مرة حلوة أباكم تركزوا معي تمام حبيل لكم إياها كلها بالتفصيل عندنا أول شي المجموعة الأولى هذه بعد كده عندنا هذه المجموعة الثانية هذه جميع الاسكنات الجديدة اللي نزلت معنا صراحة اسكنات مرة خيالية طيب عندنا هذه الاسكنات أول حزمة اللي هي حزمة خزانة بعد كده عندنا هذه الاسكنات الجديدة حتنزل في أكتوبر وهذه الاسكنات بالدولارات وصراحة سعرها مرة غالي إن شاء الله حسوي لكم عرض كامل للحزمة للثلاثة الاسكنات وكما سعارها تمام بعد كده عندنا حزمة رفع المستوى الجديدة تعرفين كل موسم تنزل حزمة رفع المستوى دائماً لما يبقى ثلاثين يوم لنهاية الموسم تنزل حزمة رفع المستوى الآن باقي تسعة وثلاثين يوم يعني بعد تسعة أيام حتنزل في متجرة العناصر ودائماً حزمة رفع المستوى لما تنزل أنا سوي عليها قفوة لشخصين هذه الحزمة هسوي عليها قفوة لشخصين كل اللي عليك إنك في التعليقات تحط اسمك في اللعبة لا تكتب أي شي زيادة حط بس اسمك في اللعبة تمام أي شخص يكرر التعليق مرتين هحذف التعليق مرة يعني هخرجه من السحب تمام هذا النقطة الأولى النقطة الثانية ما بغى حديزع مني بعض الأشخاص يقولي أنا بتابعك من زمان ليش ما فوزتني الفوز هذا حكاية نصيب يعني أنا بسوي قرعة للأسماء واللي يظهر منا شخصين هيحصل على الحزمة هذي مجانا أضيفه في اللعبة بعد كده بعد 48 ساعة هرسله الحزمة مجانا تمام طيب بعد كده عندنا هذا هذه الاسكن اللي هو حزمة الطاقم لشهر اكتوبر وصرح الاسكن مرة خيالي أي شخص مشترك في حزمة الطاقم لشهر ستمبر بداية اشتراكه فيها هيحصل على الحزمة هذي مجانا ولها ستة استايلات خلينا أبين لكم الاستايلات هذي الاستايلات صراحة سكن مرة خيالي بعد كده في عندنا رقصة جديدة وهذي الرقصة الثانية صراحة الرقصات هذي الأيام من يداري ليش صارت تنزل رقصات مرة ما حلوة ما عد فيه رقصات زي أول حق التيك توك أو إنها رقصات المشاهير صارت ما قد كده بعد كده عندنا هذي الحزمة قيمتها 7 دولار وتعطيك 1000 بوكس بعد كده عندنا هذي الحزمة و 80% هتكون الاسكن الجديد للجالكسي وصراحة الاسكن مرة حلوة بعد كده هذي كمان عندنا سكن جديد أنا حنزل لكم إن شاء الله مقطع كل ما تتمنه قادم وحعرض لكم جميع الاسكنات عرض كامل تمام بملحقاتها بأشيائها وكمان موعد نزولها في مجر العناصر بعد كده عندنا كمان هذي حزمة جديدة وفي عندنا هذي الحزمة صراحة هذي مرة ما يقد كده كده وعندنا هذي حزمة خزانة وهذي حزمة خزانة ثانية وهذي عندنا حزمة خزانة ثالثة حزمة الخزانة هذي حتنزل اليوم 29 ستمبر دائما بعض الأشخاص يرسلوا لي في التعليقات يقول لي إيش يعني حزمة خزانة حزمة الخزانة يكون صانع محتوى يختار سكن ورقصة ولون ويجمعها تمام وفورتنايت تنزلها باسمه فهذي يسموه حزمة خزانة طيب عندنا سكن هايدي هذا له غايب عن اللعبة أكثر من 700 يوم ممكن هيكون سعره 1200 أو 1500 في بوكس لكن حزمة كاملة صراحة سعره ما أعرفه بعد كده عندنا الخبر الثاني الحلو أنا قلت لكم عندنا خبرين الخبر الأول اللي هو القفوي الخبر الثاني فيه عندنا سكن حالة صديق اللي هو الاسكن المجاني اللي حنحصل عليه أنفكت تشفير عن جميع ملحقات الاسكن هذه هي جميع الملحقات عندنا سكن وحقيبة الظهر وأيموجي وبخاخ وأكسلون وعنصر إن شاء الله اليوم بعد هذا المقطع إذا نزل الموقع حسوي لكم مقطع يعرض لكم كامل تفاصيل الموقع وكيف نقدر نحصل على الحزمة المجانية بطريقة جدا سهلة تمام طيب كل اللي عليكم أنكم فعلوا الإشعارات لأنه اليوم عندنا مقاطع كثيرة المقطع الأول اللي هي تحديات اللقطات الجزء الثالث وحنفكي ستايلات مجانية عندنا المقطع الثاني حيكون تحديات الاسكن السري وعندنا المقطع الثالث حيكون موقع حالة صديق وكيف نقدر نجيب الحزمة المجانية هذا كل شي كان عن التحديد 26.20 جبت لكم جميع الأخبار والتسريبات والأشياء الجديدة إذا نزلت بعض الأخبار حنزلها في المنتدى وعندنا في الستجرام كمان وفي الدسكورد وإذا نزلت أخبار كثيرة حسوي لها مقطع خاص لوحدها كده وصلنا لنهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله يتقابل مقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة